خالد السعود هذاك سمعت سعد الشهري والله أبو بدر شوف موضوع موضوع الدوري الرديف فيه إشكالية الإشكالية هي أنك راح ترفع عدد اللاعبين بكل نادي معناها راح تقيد حركة الانتقالات معناها فيه لعبين كثير أبو بدر اللاعب اللي ما يلعب في ناديه ترى ناديه بيمكانه أنه يعيره الأفضل أنا رأيي بقاء الحال كما هو عليه سواء من ناحية العدد أو من ناحية المسابقات المسابقة واحدة اللاعبين مثلاً اللي شفناهم يا أبو بدر الآن تقريباً غالبية اللاعبين يشاركوا معمليات كيف تقيد الانتقالات ما فهمت أبو بدر الآن مثلاً في الوقت الحالي عدد اللاعبين في فريق الأول 34 لاعب لو قرينا دوري الرديف معناها خانة اللاعبين راح تتمدد إلى مثلاً 40 أو 50 صح الله يا أبو بدر في بعض اللاعبين ما يلقون فرصة عندك أنت بتمسكهم بدوري الرديف يا أخي أعيرة خله يلعب ويشارك إذا تألق برز الجمهور أصلاً راح يضغط على النادي لم تلعبونه بالفريق الرئيسي بو بدر لأنه أصلاً الجمهور ما راح يشوفها إلا لما يلعب في مسابقة قوية جداً خلا يروح في لعبين كثير لا لحظة كيف دوري الرديف ما يزيد دوري الرديف معناته أن الهلال عا يلعب مع النصر بس بالفريق بي لو يلعبون الهلال والنصر بفريق ناشئين ناس تفرجت يعني كيف عاد بي يعني تحت الفريق الأول إذا تتكلم عن مباراة الديرب وغيرها حتى في لفعات السنية لها اهتماميات خلني أعطيك مثال بو بدر من اللاعبين اللي أعيروا لأنديا وعادوا بشكل أقوى كلنا نتذكر محمد البريك ما كلا مكان في الهلال راح سنة للرائد وبعدها وين محمد البريك هذا مثال واحد أنا ذكرته وفيه أمثلة كثيرة شي ضر محمد البريك بدل ما يروح للرائد يروح يلعب في الهلال بي وإذا صار عنده ممارسة أكثر وعنده مباريات أكثر يرجع للفريق الأول على أقل لعنت المنتخب اللي أنت قاعد تشوفه من الآن ما تلاقي الدقائق بالشكل هذا مبادر قوة المسابقة دوري الرديف ممثلة الدوري الأساسي هذه ما فيها كلام مبادر سواء على المستوى النفسي أو الجدية بس عايكون أقوى من الدوري الأولومبي وأقوى من دوري الشباب أقوى طبعا هو بين أثنين بين الدوري الأولومبي وبين دوري الشباب ولكن مبادر الأفضل حقيقة أن اللاعب يشارك في دوري قوي مثل الدوري المحترفين وشي يضرك أنك تعير اللاعب وكل الأنديام نشوف نحن الهلال والآله والنصر يعيرون لعبين ما شاء الله تبارك الله يرجع من بوابة التعاون من بوابة الفات من بوابة الاتفاق ثاني يوم نشوفه ما شاء الله تبارك الله موقع بعقد بذيك القيمة وفي المنتخب ما أعتقد